لم نشاهد منتخب باكستان يلعب في ملعب وتحت أنظار جماهير المتواجدة هنا في سلامباد نعم عدسة شاشات قنوات الكاسة الرياضية عدسة قنوات الكاسة تكون حاضرة هناك من سلامباد لنقل أحداث هذه المواجهة حيث النشام بقيادة أحسين عموتا ليتطلع الجميع لرؤية النشام مرة أخرى لرؤية المنتخب الأوردني لرؤية هذا المنتخب الممتع واحد من المنتخبات اللي دائما ما يقدم كرة قدم جميلة ودائما ما يقدم عروضة مميزة اللي لعب من خلالها المباراة النهائية خطى يكون في بداية أحداث هذه المواجهة من مسافة قريبة جدا أحسين عموتا تطلعات كبيرة بأن يحقق الثلاثة نقاط ليعود على مساوح حسابات هذه المجموعة لدور المنافسة وأن يظهر بشكل جدي إحسين عموتا هنا محاول اللعبة التزديدة يا سلام يا سلام على موسى تعمري يا سلام شوف اللعبة لهدف الأول نعم للمنتخب الأوردني الخدعة اللي كانت موجودة نعم فيها لهدف الأول التزديدة اللي حضرت شوف اللعبة الذكاء على طول اللمسة لموسى سجلت تعمري النجم للمنتخب الأوردني تطلع الجميع لمؤنزرة المنتخب الباكستاني المنتخب الباكستاني اللي أخفق في مبارتين من تحقيق الانتصار أو حتى بالخروج بنتيجة إيجابية الله 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 يزن النعيمات في هذه اللعبة داخل منطقة الجزاء سقط يزن يطالب ركل الجزاء هل احتسب حكم المباراة ركل الجزاء نشاهد علي علوان يحمل الكرة نعم ركل الجزاء نعم ركل الجزاء للمنتخب الأوردني ركل الجزاء للمنتخب الأوردني يكسب يزن النعيمات على طول على مستوى البداية قبل أن نصل لعشر دقائق من عمر إحداث هذه المواجهة منتخب الأوردن يبدو قويا من خلال هذا اللقاء منتخب لا يستهان به منتخب الأوردن المنتخب الممتع بجيء المميز لكرة القدم الأوردنية وعلي علوان يضيف الأدف الثاني أو هذا الروابدة نور الروابدة يضيف الأدف الثاني مهندس وص الملعب على يمين حارس المرمة يوسيب بوت حط الكرة نور الروابدة في مرمة المنتخب الباكستاني ثنائية أوردنية موجودة ثنائية من مهندس وص الملعب رمانة وص الملعب ميزان وص الملعب لكرة القدم الأوردنية الجند المنجول في بطولة كاملة نعم البطولة الأسيوية وعلي علوان نعم مع نور الروابدة كنت تحدث لكن الهداف على علوان اللي يظهر في الكرة الماضية نعم ويضع على حارس المرمى منتخب الأردن وحضوره ما بين منتخب باكستان هناك مليون يورو فقط هي القيمة السوقية اللاعبي منتخب باكستان داخل أرضية الملعب لـ 22 لعب أحسان حداد كرة عالية راسية الهدف الثالث كاد أن يكون موجود كرة إلى رمياء جانبية صافرة حكم المباراة تحضر فياد الأثناء والسيدات والسادة متابعي قنوات الكاس الكرام للإعلان عن نهاية الشوط أول يتقدم في منتخب النشامة منتخب الأردن الأول عن طريق موسى التعمري والثاني عن طريق علي علوان شكرا لكم على حس المتابعة لا تذهبوا بعيدا بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة الرياضيين متابعي قنوات الكاسينما كنتم وأينما تواجدتم طب توقاتكم بكل خير عودة مرة أخرى لمجريات هذا الشوط الثاني في المواجهات التي تجمع ما بين المنتخبين منتخب باكستان اليامل بأن يحضر في الشوط الثاني أكثر هجوميا لكن منتخب باكستان الذي حضر مرتين عبر بطولته كاساسيا وحضوره يعتبر الرقم 10 من خلال هذه إلى تصفيات موسى موسى يحاول موسى لعبة للهدف الثالث ومن ثم مزالت مستمرة يزن النعمات الكرة العالية داخل منطقة الجزاء ودور الإبعاد يأتي من قبل دفاعات ألا للمنتخب الباكستاني مع راية الحكم المساعد ألا الثاني وجود خطأ لسالم العجالين نعم وجود خطأ لسالم العجالين من خلال لحداث هذه المواجهة كرة في لمسة إحسان حداد في تسديده في اللقطة الماضية أول لقاء للنشام عبر حضورهم في مواجهة المتأخب الباكستاني كما تحدثنا يعود لعام 1988 وآخر لقاء يعود لعام 2006 ما بين المنتخبين كرة عالي إحسان حداد يحاول في القائمة الثاني هي متماسكة عبر هذا الشوطة الثاني صراحة يعني حتى أداء المنتخب الباكستاني أفضل أداء المنتخب الباكستاني أفضل في هذا الشوطة الثاني من مجريات إحداث هذا اللقاء لكن النشام ممتعين النشام يتقدم والتدخل ياتي على علي علوان في اللقطة الماضية من إسلام أباد الساعة ثلاثة بتوقيت إسلام أباد والواحدة بتوقيت الدوحة الواحدة ونصف بتوقيت الدوحة طبعا في أيام هذا الشهر الفضيل منتخب الأردن النشامة نعم هم صايمين يتقدموا باثنين على حساب منتخب باكستان نعم لفترة طويلة لم نشاهد مباراة تلعب في السامبات هذا موسى يحاول التعمري لناحية اليمنى التعمري في هذه اللعبة ما زالت مستمرة لعناصر المنتخب الأردني ممكن لهدف الثالث نعم ممكن لهدف الثالث النتائج الموجودة للجولتين الماضية من المعدل هذه المباراة نعم الزميل روادة مزهر عند ثلاثة هداف لكن بالطبع لن يقف المنتخب الأردني عند هذه الثلاثة هداف كما فعل في 86 نعم وأربع هداف اللي كانت في 98 موسى يحاول يلعب موسى في كرة الأمام الخط الهجوم المرعب صراحة للمنتخب الأردني محمود المرضي اللي سجل في الساد الجنوب هدف ولا أروى عن ذاك في تلك المباراة نعم كنت معلقا وحاضرا وشاهدا على رباعية الأردن في مرمى ماليسيا كرة عن طريق موسى يحاول موسى لعبة من موسى داخل منطقة الجزاء يزن يحاول الله 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 على النشامة الهدف الثالث يزن النعمات كان قريب طبعا من إضافة هدف ثالث وكرة عبرت إلى ضربة مرمى سوى مرحلة هذه التصفيات مع المنتخب الوحيد من مرحلة الملحق نعم هنا محاولة إلا أمام عن طريق اللاعب عبد الأرشد في هذه الكرة سهل باتجاه يزيد أبو ليلى سهل باتجاه يزيد أبو ليلى برامرعي في 79 دقيقة نصل إليها عزيزي المتابع خلف شاشات قنوات الكاس الله على موسى الله على موسى الله على موسى الله على موسى آه على كرة موسى شوط الثاني يحافظ على نتيجة لا تقدم ويسيطر أيضا على المباراة كثير التقدم وكثير الوصول لمرمى الحارس يوسف فابوت الأردن بالطول وبالعرض نعم وركلة جزاة ربما ركلة جزاة موجودة ركلة جزاة لموسى التعمري ركلة جزاة لموسى التعمري لتأكيد على الكلام بأن المنتخب الأردني يسيطر على أجواء المباراة يسيطر على أجواء اللعب بالطول وبالعرض في سلام أباد الأردني هز الأرض نعم هز الأرض بهدفين وممكن بهدف ثالث من علامة الجزاة هدف ثالث قد يكون من علامة الجزاة ركلة جزاة يحتسبها حكم المباراة لموسى التعمري بعد تدخل كان حاضر من قبل المدافع اللي حصل على البطاقة صفراء عبدالله إقبال عبدالله إقبال اللي تحصل على البطاقة صفراء وعبدالله إقبال اللي كان على يعاقة موسى التعمري الحل الوحيد ليقف هذا اللاعب هذا النجم هذا الموهوب هذا الممتع موسى التعمري في حضوره من خلال هذا اليوم يبحث عن التزيل كما سجل الهدف الأول كما سجل الهدف الأول من كرة هي تحركت بعد أن كانت ضربة حرة لاعب نادي مومبيل يا موسى موسى ضيع ضيع موسى التعمري في اللغة الماضية يوسيب بود يتصدع هي في نفس الزاوية اللي حط فيها الكرة عالي علوان حارس المرمى راح لنفس الزاوية وكرة ضاعت يظل المنتخب الأردني ممتع يظل المنتخب الأردني قوي يظل المنتخب الأردني متقدم ما زال متقدم بهدفه الشوط الأول نور الروابدة يرسل كرة عالية إلى الأمام من جديد بالرأس يزن النعمات الله على يزن الله 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 على يزن الله 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 على يزن وعلى متعة يزن وعلى روعة يزن وعلى أداء يزن وعندهم السرعة البديئة أيضا قادرين على صنع الفارق كما يفعل المنتخب الأردني وكما سيفعل المنتخب الأردني في قادم المباريات تذكروا كلامي بأن هذا المنتخب لا 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 يوجد أي منتخب يمكن يقاف هذا المنتخب وهؤلاء اللاعبين إلا بطاقة التاهل إلى كاس العالم والهدف الثالث يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على النشام يا سلام ثلاثية ثلاثية أردنية والأروع الله على موسى وإن ضاعت ركلة الجزافة هناك حلول أخرى إن ضاعت ركلة الجزافة هناك حلول أخرى تزيد من موسى ما بين الأقدام وعلى طول في الزاوية البعيدة الأردن تتقدم بالثالث وثنائية موسى التعمري لثلاثة نقاط الأولى في مرحلة دور المجموعات